مهرجان لسه بيبدأ انت في حاجات معانة حاطة عينك انت بس ان هشوف الفيلم ده او يعني في حاجة معانة انت مركز عليها في الاسكيجول بتاعك بصي يعني انا في اكتر فترة صعبة في حياتي في الظروف اللي عدت عليا من اول ما تولد بعد وفاة ابوية طبعا ما فيش حاجة اقوى من كده يعني بس انا مبسوط قلت حاجة ارمي نفسي في وسط الثقافة والفن والتبادل اللي بيحصل الجميل ده في كل حاجة بقى فما ظنش ان انا حفوت فيلم يعني حتلاقيني قاعد بقى يعني فعايز اتفرج على كل حاجة ان شاء الله دايما بنقول ان المهرجانات بتعلمنا يعني هنتعلم بنشوف ثقافات مختلفة وهنشوف افلام افريقية كثيرة وهي كمان افلام كتلسة بتكلم عن المنتجة دورة بشوشة بتقولي هم بيهتموا كمان بالقصة او بيهتموا بالبعد الانساني فاحنا هنقدر نقول ايه بقى هنقعد نتعلم كده ونستمتع بالسينما طول ما هتتفرج على افلام مختلفة عن ثقافتك هتفهمي وجهات نظر مختلفة هتفهمي لو فيه فيلم بتكلم عنك او عن افريقيا او عن المجتمع بتاعنا او المجتمع الكبير اللي احنا يعني افريقيا اخوات كلنا وكلنا شوه بعض وكلنا نفس الدم والحاجات دي هتفهمي وجهة نظر الاخر عنك وجهة نظر الاخر عن العلم وجهة نظر الاخر عن كل حاجة في الدنيا حواليك زي ما انتليك واجهت نظر كإنسان وكعقلية مصري في تنزاني في سوداني في ناس كتير انت الفترة دي هنت نقول هتركز في الفيديو و هتركز في السنة ما أكتر بصي هو السنة دي مجاش فيديو حلو يعني أنا مش عايز أعمل آي حاجة وخلاص بعد طايع بالذات طايع الحمد لله اتبسط بي جدا كان نجاحه حلو قوي كان الدور كان حلو قوي فمش عايز أعمل آي حاجة وخلاص فمعرفش مجاتش حاجة خطفتني أنا عندي مشكلة لو قريته ما تشدتش من سعيتها ما شفت الشخصية مش هعرف أمس الأسف مش هعرف أعمل حاجة فركزت في السينما شوية عندي فيلم اسمه الهجام ده التاني بتوله مطلقة بالنسبة لي اعتبر بعد حرام الجسد ده تأليف مصطفى سالم اخرج مرقص عادل انتاج سرساوي عمل حاجة لطيفة جدا من الورق يعني شغالين علي من سنتين بسلا فكان حلم لطيف ابتدينا نشتغل فيه الحمد لله وفضل يومينا هو تصوير يعني أنا مبسوط بالجوانب كلها بتاعة العمل يعني معايا عمر الشناوي الولد الأدامي حفيد الأستاذ كبال الشناوي طبعا معايا نوها عبدين معايا أستاذ محسن موحدين معايا أستاذ محسن منصور معايا أستاذ عيدة رياض معايا مجموعة لطيفة جدا معايا محمود فارس معايا وقيل عبدالعزيز معايا الشباب لطيفة فمبسوط أننا كلنا شباب ووقفين جنب بعض وبنعمل حاجة والجراندات بيساعدونا ووقفين جنبنا الحمد شخصية اسمهي؟ عربي عربي ابن بلد؟ أوي ما تغششني كده يا أحمد إكسيكلوسيف لأين تفاصيل عن الشخصية؟ بصي هو هو بني آدم مش سوي يعني مش إنسان 100% صح بس هو عنده غلطات كتير وبني آدم مش يعني في سكة غلط لغاية ما بيقع في صدمة يعني في حالة جريمة قتله وبيلبس فيها وهو مش عملها يعني فبيبتدي بقى يحاول يسبب برعته بيبتدي يتحول تماما من بلد الشمال البتاع البنات اللي مش عارف ايه اللي يمين اللي بيتجاوزوا وصلة وصوموا يعني بيفوق بقى بجد يعني فعجبني اللي توستاة دي وبيحاول يثبت بقى وجهة نظروا حاجات كده بقى فيه كم يعني كم تشوك كده في الآخر اللي وطاف قوي فيا رب الناس تتبسط بي ويا رب ما استخفتش بقى لحد فيهم يعني بتمنى لك يا رب بكل التوفيق وهقبلك أكيد في فعاليات بقى المهرجان بقى الناس تمتعنا وانت بقى الوصور ويسنى اللي الله ياريت شاء الله برسيل زواج برسيل